نرجع تاني لموضوعنا اللي اتكلمنا فيه قبل مداخلة الكابتن الكبير كابتن نادر السيد وهو موقف المرشحين للرحيل عن بيرامدز في نهاية الموسم تعالوا نشوف اول اسماء المرشحة للرحيل عن بيرامدز في نهاية الموسم هو رمضان صبحي ما زالت مفاوضات الزمالك معه مستمرة من اجل ضمه في الانتقالات الصيفية لكن حتى الان لم يتم التوصل معه لأي اتفاق حول انتقاله للقلع البيضاء واللعب يفكر في خطوة اللعب خارج مصر اذا تحصل على عرضا خارجيا مناسبا كما انه يمتلك حاليا عرضا تركيا لكن لم يصل الى بيرامدز بشكل رسمي رمضان يعني يعني مش لعب كبير طبعا ما فيش خلاف بس يمكن ما قدمش كتير مع بيرامدز او بيرامدز ما قدرش يستفيد من رمضان اللي استفاد القصوة عبدالله السعيد كان يميل الى الانتقال لنادي الزمالك في وقت سابق لكن بيرامدز اتمسك باستمرار كونه قائدا للفريق واصبح الاقرب لها الاستمرار بقميز بيرامدز واختام مشواره واقاره ومعنادي خدوا بالكو عبدالله السعيد مش مهم البيرامدز بس كلاعب عبدالله السعيد له دور في منتهى الاهمية في غرفة خلع الملابس وهو لاعب في منتهى الاهمية في الشغل مع المديرين الفنيين والمدربين اللي بيديروا الفريق عشان كده بيرامدز أكتر لها ممكن يتمسك بها وعبدالله السعيد المهدي سليمان لن يجد بيرامدز عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري نظر لأثبته السابقة ومع النادي هذا إلى جانب الاعتماد على السنائي شريف إكرامي وحمد الشناوي الذي عاد بعد فترة تغياب بسبب إصابة الصليبي كما أن مسؤولي بيرامدز لم يتحدثوا معه حول التجديد هيمشي ده مؤكد دودو الجباس استقارة ضرب بيرامدز على عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث تفضل إدارة تعاقد مع مهاجم آخر الفترة القادمة أحمد أيمن منصور وقع على ورقة رغبة بالاندمام لنادي الزمالك خصوصا وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدده حتى الآن وأصبح الاندمام إلى قرع بيضاء مسألة وقت وأنا بقولكم أنه مؤكد مؤكد أحمد أيمن منصور في الزمالك الموسم اللي جاي عبدالله مجدي قرر الرحيل عن بيرامدز بنهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حصوله على فرصة حيائية مع الفريق وأبحث عن عرضا محلية مناسبا في الوقت الحالي هشام محمد طلق أكثر من عرض محلي خصوصا من أندية الاتحال السكندرية والإسماعيلي يوفركم ألا أبكار الرحيل عن بيرامدز لعدم الحصول على فرصة في الموسم الحالي أحمد توفي أنتهيت عقده مع بيرامدز بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يحسم أمر تجديد عقده مع النادي خصوصا وأن الأهلي كان يفكر في ضمه خلال فترة سابقة لكن المفاوضات توقفت منذ نحو شهرين الورقة دي بقى الورقة الأهم الورقة الأهم إبراهيم عادل لديه الرغبة في الانضمام إلى النادي الأهلي إلا أن عقده مع بيرامدز مازالا مستمرا حتى 2026 بعد أن قام النادي بتمديد العقد في نهاية العام الماضي لكن هناك بعض الوكالاء يبحثون عن عرضا خارجان للعب في الانتقالات الصيفية خدوا أولكم إبراهيم عادل غالبا غالبا هيبقى خارج مصر مش هيبقى موجود في مصر لو رحل عن بيرامدز نروح للبعد نبيل عماد دونجا تواصل معه زماية الاتفاق حول ضمه في الانتقالات الصيفية ضمن صفقة تبادلية تضم أكثر من لاعب يريد الأبيض اتمامهم مع إدارة بيرامدز